صباح الخير عبدالله، صباح الخير بدور، صباح الخير لجميع مشاهدي قناة الإخبارية نعم بكل عبارات الحب والتقدير والثناء نشارك اليوم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران عودة المدربين والمدربات لقاعات التدريب استعداداً لاستقبال المتدربين والمتدربات الأسبوع القادم للحديث أكثر عن استعدادات الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني أستضيف معي الأستاذ سعيد آل جبار مدير عام التدريب التقني والمهني أولاً أرحب فيكم أستاذ سعيد معنا عبر شاشة قناة الإخبارية ثانياً ما مدى استعدادكم لبدء العام التدريبي بالمنشآت التدريبية؟ أهلاً بك سيد عبدالرحيم وبقناتكم الموقرة قناة الإخبارية وقبل ذلك نصلي ونسلم عن رسول الله والحمد لله والحمد لله والشكر الله التدريب التقني والمهني على مستوى المملكة حقيقةً بدأ الاستعداد مبكراً حقيقةً منذ فترة الصيف لأهل فصل التدريبي القادم والتدريب التقني منطقة ناجران هو جزء من منظومة التدريب التقني والمهني بالمملكة والحمد لله والشكر الله كان هناك عمل دؤوب حقيقة خلال الفترة الماضية على عمل الصيانة اللازمة للمنشآت التدريبية وتجهيزها وأيضاً نظافتها وأيضاً ما يتعلق بالبيئة التدريبية كان هناك أيضاً متابعة حديثة مع الزملاء والزميلات فيما يتعلق بالتحصين ضد فيروس كورونا والحمد لله وصل نسبة التحصين للزملاء والزميلات إلى نسبة تقريباً 99% أيضاً مع المتدربين والمتدربات والنسبة تقريباً إلى هذا اليوم تقريباً تجاوزت 80% والحمد لله نقدم الشكر للزملاء في الشؤون الصحيح في منطقة نجران لتعاونهم معنا وأيضاً للتواصل المستمر بيننا وبينهم نعمل أيضاً خلال هذا الأسبوع الحالي والذي يتواجد المتدربين المستجدين بالمنشآت التدريبية على تهيئتهم للتدريب المباشر الذي سيكون إن شاء الله في الأسبوع المقبل خلال هذا الأسبوع والحمد لله وشكر الله جميع الزملاء والزميلات جاهزين إن شاء الله انطلاق التدريب من يومها الأول خلال الأسبوع القادم بحول الله بإذن الله سيد حدثنا عن التخصصات الموجودة حالياً للتدريب والتخصصات التي تم استحداثها حقيقةً جميع التخصصات الميكانيكية والتخصصات الكهربائية وأيضاً التخصصات المتعلقة بالحاسب الآلي وإضافة إلى التخصصات الإدارية جميعها تدرب في منشآت تدريب التقني والمهن بمنطقة نجران هناك حقيقةً هذا العام أو الفصل المقبل إن شاء الله الذي نحن بصدد إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل لدينا تخصص التأمين تم استحداثه في فرع الكلية التقنية بحبونا أيضاً عندنا تخصص الأمن السبراني أيضاً تم استحداثه لدرجة البكالوريوس في الكلية التقنية بنجران تخصص المحاسبة أيضاً تم استحداثه في الكلية التقنية للبنات ونتطلع بحولها سبحانه وتعالى أن إن شاء الله نستمر في إن شاء الله استحداث ما يتطلبه سوق العمل وأيضاً تطلعات إن شاء الله أبنائنا وبناتنا وأيضاً أهل الشعب السعودي بشكل عام بإذن الله إذن أستاذ سعيد كم عدد المنشآت التدريبية في منطقة نجران؟ والله الحقيقة لدينا حالياً سبع منشآت تدريبية وهذه المنشآت التدريبية موزعة على منطقة نجران ومحافظاتها ما بين بنين وبنات وبفضل الله لدينا متدربين مقيدين خلال هذا الفصل في هذه المنشآت التدريبية بالمقبولين تجاوز سبعة آلاف متدرب ومتدربة وطبعاً فيه توجيهات وأيضاً تواصل في زيادة الطاقة الاستعابية والحمد لله إذن أخيراً ما هو دوركم في توفير فرص وظيفية للمتدربين والمتدربة؟ والله الحمد لله والشكر الله المؤسسة بشكل عام لديها حقيقة برنامج اللي هو إيجاد فرصة عمل لكل خريج هذا البرنامج حقيقة نعمل على تطويره ونعمل على عقد شركات استراتيجية مع عدد من شركائنا سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وآخر ما تم في هذا الصدد خلال الأسبوع الماضي تم توظيف خمسة وخمسين خريج من مخرجات تدريب التقن المهني بمنطقة مع أحد الشركات الرائدة في بلادنا ونعمل أيضاً على تواصل مستمر مع الزملاء والزميلات في مناطق المملكة الأخرى التي يمكن يوجد فيها فرص تدريبية باختصار الموضوع التوظيف هو هم من همومنا وأيضاً مشروع من مشاريعنا التي نعمل عليها ومع جانباً إلى التدريب ونتطلع إن شاء الله أن كل خريج وخريج نجدون إن شاء الله فرصة عمل وهذا بلا شك دورنا ونسأل الله التوفيق بإذن الله تعالى إذن أستاذ سعيد الجبار مدير عام تدريب التقني والمهني شكراً جزيلاً لك ونتمنى لكم التوفيق شكراً لكم وشكراً لقناة الخبارية وإجزاكم الله خير إذن عبدالله وبدور هذا كان حديث الأستاذ سعيد أهل جبار مدير عام التدريب التقني والمهني عن عودة المدربين والمدربات استعداداً لعودة المتدربين والمتدربات أيضاً الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نعود لكم الآن في الاستوديو بالصوت والصورة شكراً عبد الرحيم يطيك العافية شكراً لك و لضيفك الكريم شكراً عبد الرحيم الشبان